للمزيد من المتابعة والتحديل في هذا الشأن تنضم إلينا عبر الهاتف أستاذة يسرى الشرقاوي الباحثة في الشؤون الأوروبية أستاذة يسرى في البداية برحب بحضرتك على شاشة أكستر نيوز دعيني أبدأ من هذه الزيارة الكثير من الملفات الهامة والمشتركة بين الجانبين بخلاف العلاقات السنائية برأيك كيف سيعطي الطرفان الرئيس عبدالفتح السيسي والرئيس الفرنسي إيماني والمكرو أولوية في تلك الزيارة أولا أهلا بك وبجمهورك أينما كان وبجمهور سي بي سي ثانيا هي ديارة في توقيت دقيق جدا بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وبالنسبة لأوروبا أيضا وبالنسبة للعلاقات ما بين البلدين مصر وفرنسا الملاحظ أن العلاقات ما بين البلدين وإن تمر ببعض زي ما بتمر أي علاقات دولية ببعض الأزمات من حين إلى آخر إلا أن بيحكمها قدر كبير جدا من الحكمة والتواصل والتشاور المستمر وده اللي بيحافظ على الإنجازات التي حققها الطرفين المصري والفرنسي معا فرغم الدربات كورونا التي تنالي الاقتصاد شرقا وغربا إلا أن التبادل التجاري ما بين الدولتين في 2020 حتى الآن 2020 التي تقارب على الإنقضاء قد سجل أكثر من 2 مليار يورو حجم الاسمارات المباشرة من الجانب الفرنسي في قطاعات مصرية بلغ 6 مليارات نتكلم عن قطاعات متعددة وحيوية ومهمة بالنسبة لعمالية التنمية التي تخوضها الدولة المصرية حاليا وخاصة ما يتعلق بقطاعي البنية التحتية وقطاع الاتصالات نعم أستاذ يسرى أريد أن أتحدث مع حضرتك باستفادة أكثر فيما يتعلق بالجانب التجاري والاستثمارات المختلفة بين البلدين نحن نتحدث عن أكثر من 160 شركة مستثمرة فرنسية في مصر ولكن قبل الحديث عن الجانب الاقتصادي دعيني ألقي معك مزيد من الضوء فيما يتعلق بالجانب السياسي والعلاقات السنائية بين البلدين يمكن في تصريحات سابقة للرئيس الفرنسي إيمانيوان مكراه تحدث عن أن مصر شريك أساسي فيما يتعلق بالملفات الخاصة بالمنطقة الملف اللبناني له باع طويل ويمكن توافق في الرؤى من كلا الطرفين إلى أي مدى تؤثر هذه الزيارة على الرؤية المشتركة للجانبين في هذا الملف نديد من التنفيق ونحن نتكلم عن ملف اللبناني طبعا ملف لبناني أساسي فرنسا تدرك حجم النفوذ المصري في المنطقة وأن مصر هي رأس الحربة في إدارة أي عملية توافقية داخل لبنان كمان تدرك أن مصر لها دور وصوت مؤثر ومتموع فيما يقص عدد كبير جدا من القضايا فنعدد وهذا على سبيل المثال وليس الخصر التهديد التركي في شرق المتوسط وأيضا ما يتعلق بمستقبل الاتحاد الأوروبي بعد الرحيل المتأزم والمأزوم لبريطانيا كمان عضويته التحاد الأوروبي بالمنطقة فرنسا قيادة صاعدة وتحتاج إلى التواصل بشكل أفضل مع نقاط وركائز القوة في منطقة الشرق الأوسط وعند ذكر ركائز القوة سواء فيما يخص بالأزمة اللبنانية سواء فيما يخص بالشأن الليبي وفرنسا أيضا لها باع كبير جدا في هذا الشأن فيما يخص بتهديدات تركيا في شرق المتوسط فرنسا يجب أن تنشد الحوار والتواصل والتنفيق مع مصر بشكل كبير وهذا هدف أساسي سيتم السعي لإنجازه خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي بدأت اليوم والتي يتضح من التنوع الكبير جدا في الشرائح التي سوف يلتقيها الرئيس شرائح صناعة القرار في فرنسا كيف أن جميع دوائر صناعة القرار تسعى إلى تحقيق التواصل والتنصيق من أجل حل حاسم وإيجابي فيما يتعلق بكل الملفات التي ذكرتها وذكرتها طيب أستاذة يسر حضرتك بدأت إجابتك بأن هذه الزيارة تأتي في توقيت في غاية الدقة إلى ما أرجعت دقة هذا التوقيت أستاذة يسر نحن بنتكلم عن تهديدات تركيا متواصلة في شرق المتوسط بنتكلم عن أزمة لبنانية ما زالت في محاولة إلى الحل والانفراج فكمان فرنسا بعد أزمة عابرة ليست عابرة ولكن تم التعامل معها بذكاء شديد من جارب قيادة المصرية مع دول الشرق الأوسط والعالم الإسلامي بتحاول أن تستعيد أيضا التواصل بشكل إيجابي مع هذه الدول لهذه الأسباب كلها أيضا كمان إحنا بنختتم عشرين عشرين بكل ما له وما عليه كما يقال دوما وأبدا على الجانب السياسي والاقتصادي فيما يخص من ظلال أزمة كورونا البوست جد لهذا وجب التواصل مع مصر ووجب توجيه دعوة إلى الرئيس عبدالتباح السيسي من أجل التنصيق في خصوص هذه الملفات لما يلي طيب أستاذ يسر حدثتك أيضا تحدثت عن الشق الاقتصادي يمكن خلال قمة سابقة جمعت الرئيسين وتحديدا نحو قبل عامين كان الرئيسين قد اتفقا على التواصل أو ضرورة إعطاء دفع قوية للملف الاقتصادي حجم التبادل التجاري بين البلدين أيضا حجم الاستثمارات بين البلدين ماذا تغير منذ عامين حتى هذه القمة الثانية؟ الحقيقي أن التغير كان إيجابي في هذا الشأن تحديدا احنا بنتكلم عن ارتفاع مع الحوض طبعا لسه البيانات الختمية العشرين عشرين لكن بنتكلم عن ارتفاع مع الحوض زاد عن 30% في حجم التبادل التجاري بين عامي 2019 و2018 دي نقطة بنتكلم أيضا عن تعاون قوي جدا فيما يخص عملية التطوير التي تشهدها مصر عسكريا نتكلم عن برامل تسليحية جديدة معروف لفرنسا دور كبير فيه أنها بتحاول أن تستجيب للرؤية التقدمية والتطويرية التي تنتهجها الدولة المصرية في هذا الخصوص وفرنسا لاعب أساتي تطور كبير تحقق على هذا الجانب واستمرار هذا التطور يتطلب مزيد من التنصيق ما يعود بنا مرة أخرى إلى الزيارة التي بدأت اليوم نحن نتحدث عن قطاعات وعيدة بنا المحتمل أن تجذب مزيد من المستثمرين ورجال الأعمال الفرنسيين إذا كنا نتحدث عن التطوير الذي تشهده مصر في قطاع البنية التحتية في قطاع الطرق والنقل خاصة وأن من أكثر الاستثمارات التي تشارك فيها فرنسا في مصر الاستثمارات المتعلقة بالطرق وقطاع النقل أيضا البنى التحتية إحنا بنتكلم عن ذا وبنتكلم كمان عن أمر آخر ليس يعني استسمحي لي أن أنا صحة في تعبير خادرتك ذكرتي قلتي أنها وعيدة وقد تحتمل هي ليست فقط وعيدة وقد تحتمل بل هي يعني استثمار بدأنا أن نجنيها بالفعل وهي في سبيلها إلى مزيد من التطوير لننسى أيضا التعاون الثقافي والعليمي بين الجانبين فرنسا أرسلت منذ أيام فرنسوا سيمون فوتي الخبير في مجال تصنيع الساعات وده لفحص إمكانية تصريح الساعة الموجودة بقلعة محمد علي وهي في الواقع كانت هدية قديمة من فرنسا إلى مصر في نهايات أقرن عقوا في منتصف أقرن التاسع عشر تعاون بيأخذ عزد كبير جدا من القطاعات يعني ألوان الصيف كله وبنأمل والجانبين بيأملوا أن يستمر حتى وينوقع بين الحين والآخر شيء من العواقل طيب أستاذ يسر أخيرا لنلقي أيضا مزيد من الضوء على ملف في غاية الأهمية والتعاون بين الجانبين فيما يتعلق بصفقات التسليح العسكري الكثير يقول أن هذا الملف تحديدا يمثل رأس الحرب للعلاقات المصرية الفرنسية إلى أي مدى تجد ربما دقة في هذا الوصف؟ هو بلغ الدقة لكن يصعب حصر التعاون المصري الفرنسي في هذا المجال فقط لكن طبعا هو أساسي ورأس الحرب كما ذكرت فيه نلاحظ أن الدولة المصرية ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي بتلتزم بسراتيجية واضحة جدا على جميع الأصائد وهي تعدد الخلفاء تبح جبهات جديدة جبهات إيجابية عقوة يمكن كلمة جبهات تعني دوما التصادم لكن أقصد يمكن لو قلنا منصات للتحاور والتحالف في جميع الأصائد ابتجهنا بقوة إلى شرق أوروبا بنحاول أن نقرب أيضا من الأركان المنسية في القرى الأسيوية فرنسا كانت من ضمن المنصات التي تكنت عليها مصر والتزمت بالتعاون معها في عملية بناء العسكري الجديد والتطوير العسكري وفخل بعض المصادر أن في فترة من الفترات حجم المعدات العسكرية والأمنية اللي وردتها الشركات الفرنسية إلى مطر تجاوز المليار أو اقترب عقوا من مبلغ المليار ونصف يورو وأن فرنسا أصبحت مورد أساسي لقطاعات المختلفة بالقوات المسلحة المصرية سواء فيما يخص القطاع البحري بالسفن الخربية أو المقاتلات أو العربات المدرعة مصر تسعى إلى تنوع وتعددية مصادر تسلحة استراتيجية زكية جدا استراتيجية لتزمتها الدولة في علاقتها مع العالم الخارجي سياسيا اقتصاديا وتسليحيا منذ اليوم الأول وفرنسا من ضمن اللاعبين الأساسيين التي تهدفتهم مصر وقد لبت النداء بإيجادة نعم أستاذة يسرى شرقوي الباحثة في الشؤون الأوروبية أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر على كل هذه الإضاحات والمعلومات